السلام عليكم ونحن مجموعة من الشباب الصحراوي نماثل مجموعة إسقاط الجنسية التي دفعت طلب الإسقاط الجنسية تنديدا بالاحتلال المغربي وكنوع من تقرير المصير وفي خطوتنا المقبلة إن شاء الله سنقوم بدخول إلى سفارة أجنبية ليصالهم صوت الشعب الصحراوي صوت الشعب الذي يرفض الاحتلال المغربي والذي يعيد تقرير مصير الأرض ليقلل مآل هذه الأرض والذي سيكون إن شاء الله لاستقلال عما قريب إلى إن شاء الله كل الوطن والشهادة والله ولي والتفوي بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الرافيق نحن أحد عناصر مجموعة الثلاثين الإسقاط الجنسية التي رمت الوثائق الثبوتية للاحتلال المغربي للصحراء الغربية المحتلة قررنا اللجوء إلى سفارة أجنبية لإيصال معاناتنا كنماذج والمعانات الأشملية معانات الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة وفي مخيمات اللجوء مخيمات العزة والكهرامة ونفند إدعاءات الاحتلال الذي يدعي عنا الصحراويين محتجزين في مخيمات الصحراويون محتجزون في المناطق المحتلة بطرف الجذار الظل والعار وآلة القمع المغربية الغشيمة وإن شاء الله أننا مقبلون على هذه الخطوة النضالية لإيصال معانات الشعب كما قلنا والله هو لي التفع ولا بديل لابدي عن تقيم المصير ولا نمت عم الغزات وكل وطن الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم أولا قبل كل شيء تحية نضالية عالية إلى الجبهة الشعبية لتحليل الساقة الحمراء لممثل الوحيد والشعب الصحرامي تحية عالية إلى شهدائنا الأبرار وعلى رأسهم مفجر الثورة عشرين أمالي الخالدة الولي مصطف الصين وكل الوطن والشهادة